السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً وسهلاً فيكم في سكرينشوت لايف اللايف اللي من خلاله راح نحلل مبارايتين مباراة نهائي كأس إيطاليا واللي جمعت بين اليوفي ونابولي واللي انتهت بفوز نابولي بالركلات الترجحية وقمة الدور الإنجليزي اللي جمعت بين السيتي والأرسنل راح نبدأ من مباراة اليوفي ونابولي اللي بتجيكم بالتعاون طبعاً مع صفحة اليوفينتوس على تويتر والإنستغرام اللقاء اللي انتهى بفوز نابولي بالنهاية طبعا نهاية كأس إيطاليا وبالتالي نابولي بيفوز للمرة السادسة بكأس إيطاليا في تاريخه وعلامات الاستفهام توضع وتستمر على اليوفي وعلى أداء اليوفي وجماهر اليوفي حط أيديا على قلبها على فريقها وهي يعني كمان ما منلومها أبدا خلينا نتكلم على المباراة ونبدأ من التشكيل اللي اعتمد عليه كلا المدربين سهر اليوم اعتمد على تشكيل 4-3-3 ما أجر العديد من التغييرات عن التشكيل اللي لعب فيه مع الميلان فقط تغيير وحيد فقط هو الاعتماد على كوادرادو مكان اللاعب دانيلو المراكز اختلفت ولكن كأسماء نفس الأسماء فقط الاعتماد على كوادرادو بينما كاتوزو نزل على تشكيل ما بين 4-1-4-1 أو 4-4-2 ولكن أغلب التشكيل أو أكثر التشكيل شفناه بهاي المباراة هو تشكيل 4-1-4-1 اللي اعتمد عليه اليوم المدرب كاتوزو بإمكاننا اليوم نحكي أنه المدرب الرائع كاتوزو والأداء اللي قدمه نابولي هذا بالنسبة للتشكيل والأسماء بالنسبة للمباراة نتكلم عن بداية المباراة كانت بدايتها حذرة ومن الفريقين الفريقين دفاعيا كانوا ممتازين دفاعيا هجوميا كان في عندهم مشاكل أو خلينا نقول أنه دفاعيا كانوا أفضلوا من هجوميا لو تكلمنا عن كل فريق كيف بدافع اليوفي وللمباراة الثانية على التوالي منشوف أن اليوفي بحاول يلعب بخط دفاع متقدم شفنا نحن طبعا بانوتشي وديليخت دائما هم أقرب لوسط الملعب طبعا هذا لعدة أهداف بيهدف إلها ساري اقتراب لاعبين خط الوسط من بعضهم البعض ومحاصرة نابولي اللي أصلا هو أصلا بيلعب بتكتل دفاعي محاصرة نابولي في مناطقه أكثر وأكثر اقتراب الثلاثة من بعضهم البعض استغلال العناصر الموجودة في خط الوسط باليوفي هجوميا من خلال استغلال القنوات والمنافذ اللي من الممكن يتخلقها تحركات كوستا أو ديبالا أو كريستيانو رونالدو أما نابولي كيف كان يدافع نابولي نابولي بيلعب بتشكيل 4-1-4-1 بتحول الـ 4-5-1 الدفاع بخطين دفاع منظم تقريبا نفس المباراة اللي لعبها أمام بارشلونة دفاعيا الاستفادة من العناصر يعني الاستفادة من كل العناصر اللي بيمتلكها قاتوزو هذا الشيء يحسب لقاتوزو أيضا أنه عماله بيستفيد حتى من العناصر الهجومية لو تكلمنا عن ميرتنز والأدوار الرأى اللي بيقوم فيها ميرتنز ونضغط على بيانتش ومنع بيانتش من أنه بيانتش يتصرف بالكرة براحته سواء بالتمرير إزعاج بيعمله نابولي دفاعيا وهجوميا ولكن احنا منثنع على نابولي بأدواره الدفاعية هذا التشكيل مثل ما قلت أو هاي الأفكار اعتمد عليها قاتوزو أمام بارشلونة ولكن كانت قوية أمام بارشلونة ولكن ما كانت مثالية أنا طبعا من جاي أحل المباراة بارشلونة ونابولي أتكلم عن اليوفي هجوميا هذا الشيء اللي افتقدناه اليوم الكسر اللي من الممكن كنا نشوفه باليوفي لهذا الدفاع خصوصا أنه شيء متنبأ فيه من قبل المباراة أنك أنت تشوف نابولي بيصطف دفاعيا هجوميا اليوم على رغم من وجود كوادرادو على الجهة اليمين وكوادرادو هو صاحب النزعة الهجومية الأكثر في اليوفي اللي احنا شفناه هو الأكثر تحفظا والسماح لساندرو على الجهة المقابلة بالتقدم لا يدخل بالمثلث الموجود فيه رونالدو متويدي أو ديبالا رونالدو على الجهة اليسرى طبعا الهدف من هذا الشيء كله عمل زخم على الجهة اليسرى لا الاستفادة من المساحة اللي من الممكن تخلق على الجهة اليمين وهذا الكسر اللي أنا بتكلم عنه اللي فكر فيه ساري ولكنه كان ناقص بسبب عدم وجود اللاعب كوادرادو وتقدم اللاعب كوادرادو على الجهة اليمين ما منقدر نلوم ساري لأنه حافظ على كوادرادو لأن الجهة هي الأقوى هجومياً اللي كان يعتمد عليها نابولي هجومياً من خلال اللاعب زيلينيسكي ووجود اللاعب إنسيني لاعبين سريعين جداً وشكلوا إزعاج على الرغم من تحفظ ساري على الجهة اليمين هذا الشيء اللي احنا شفناه بالشوت الأول خلانا نشوف أن المباريات أو هاي المعطيات خلتنا نشوف مباراة كانت متوازنة نوعاً ما مع أفضلية بالسيطرة لليوفي بالاستحواذ لليوفي وهذا شيء طبيعي نابولي بهذا بالشوت الأول الآن بالشوت الثاني تحسن أداء الفريقين هجومياً قاتوزو أصبح أجرى أجرى تبديل جداً مهم بإشراك اللاعب بليتانو مكان كاليخون اتجرى النابولي أصبح يخرج بالكرة أصبح يطلب الهدف وهذا الشيء اللي من الممكن احنا توقعنا يستفيد منه اليوفي لأنه اليوفي بهذا خط الوسط اللي بيمتلكه اليوفي من الممكن أنه بديو يلعب بالمساحات ولكن الشيء اللي يحسب لنابولي أنه على رغم أنه تقدم الشوت الثاني التبديلات المهمة لأجراها قاتوزو الشوت الثاني وحسنت أداء نابولي هجومياً أصبح أخطر ومع ذلك محافظ على توازنه الدفاعي وما شفنا أنه اليوفي استفاد من تقدم نابولي أبداً في مشاكل باليوفي وفي أداء رائع من نابولي اليوفي أصبح يحصل على هجمات والتغيير أنا أتكلم عن ساري دائما يتكلم عن ساري وعدم الاستقرار والإعتماد على الأسماء والعنى مشكلة بساري بالأسماء ولكن بصراحة أعتماد على الأسماء المتاحة عنده بنتا كورب يانيتش متويدة من الممكن يكون في علامة استفهام ولكن منه بديل متويدة بخط الوسط لما يعتمد على كوستو ويعتمد على ديبالا ويعتمد على رونالدو نرى بأن الأسماء مجموعة لا يوجد مشكلة ولكن هذه الأسماء المتاحة هذا الشيء ما بتحمله بما يخص الأسماء الأسماء الموجودة باليوفي هي أسماءмиحوز ليس خلاقة بصراحة يعني إحنا بعد مباراة اليوفي حضرنا مباراة الستي مافيه زي ديبروين مافيه زي سلفا مافيه هذه اللاعبين مش عيني بديش هتكلم عن الستي مافيه لعب زي íا روز مثلا بنابولي مش موزود هذا اللاعب مش موجود لعب زي زي لينيسكي موجود بنت كور وكل الرق على بنت كور بنت كور however اللي بدوكوا نخلاقوا يلعب كرات طويلة وكرات قطرية ويدافع ويستخلص الكرات يعني فيه مشكلة بالأسماء الموجودة على اليوف ولكن نيجي نتكلم عن المشاكل الموجودة عند ساري التبديل اللي أجراء ساري لما أخرج كوستا وأقدم كوادرادو وأشرف دانيلو على الجهة اليمين هذا استسلام أنا بالنسبة إلي استسلام كيف يعني استسلام أنه الآن ساري راح للعب التقليدي يعني يروح يا كوادرادو لأنك أنت بتلعب على الجهة اليمين وبتلعب بالقدم اليمين ارسل لي كرات عرضية لرونالدو وفي ظل دفاع محكم قلوب دفاع رائعين جدا صلب دفاع نابولي ما استفاد من هذا الشيء هذا اسمه اللعب التقليدي اللي راح له نابولي واللي استسلام له ساري وهذا الشيء أنا استغربت منه بصراحة وإن أنت لما تلعب دفاع متكدس ودفاع منظم تطلع بالحلول وخصوصا أنه إحنا دائما نتكلم عن ساري واللعب الهجومي ساري والمثلثات ساري واللعب الموضوع المساحات النصفية شبه معدومة عند اليوفي اليوم شبه معدومة ما فيه غير هاللاعب بنتاكور اللي يعتمد عليه بالمساحات النصفية على الجه اليسار هذا الكلام مش موجود خسر اليوفي أنا قدمت حلقة مدتها 12 دقيقة عن اليوفي اتكلمنا فيها عن مشاكل اليوفي و10 دقائق من 11 دقيقة كنت أتكلم فيها عن خط وسط اليوفي نتكلم عن نابولي قاتوزو عماله بيدخل بالأجواء أسرع وأسرع أو أكثر وأكثر بحقق نتائج إيجابية ولكن علامة الاستفاهم أن النتائج الإيجابية تحقق أمام الفرق الكبير يعني هذا الفريق من الممكن يعمل شيء بالأبطال يفوز بكأس إيطاليا ولكن على مستوى الدوري وشخصية نابولي بيفتقدها أمام الفرق الضعيفة والمتوسطة تماما مثل منشستر يونايتد الاعتماد على الدفاع والهجم المرتد من الممكن تلاقي حالك أو تجد نفسك أمام الفرق الكبيرة أمام الفرق الضعيفة والمتوسطة هذا الشيء من الممكن يطور فيه قاتوزو حاليا قاتوزو ارتاح يهيئ فريقه ويرجع يعني تكون العودة رائعة خصوصا أخرج الانتر وفاز على اليوفي بالنهائي منحكي هارد لك لجماهير اليوفي وألف ألف مبروك لجماهير نابولي الآن نروح لمباراة الارسنال والسيتي أو الستي والارسنال المباراة اللي انتهت باكتساح للسيتي بكل شيء خليني نبدأ من التشكيل اللي اعتمد عليه كلا المدربين طبعا انا بالتشكيل ناسي احط جيسوس ها عشان ما تحكوش هذا هو جيسوس هاي جيسوس عشان ما تحكو ليش ناسي تحط الجيسوس بالنسبة لمنشستر سيتي اعتمد على كلاعب ارتكاس شهدنا عودة مندي على الجهة اليسار رياض محرس دي بروين سيلفا ستيرلينغ ومن أماهمهم اللاعب جيسوس بالنسبة لأ ارثيتي اليوم اعتمد على تشكيل الاربعة ثلاثة طبعا الناسي كمان احط قندوزي ناسي احط قندوزي كمان بخط الوسط لعب تشكيله الاربعة اثنين ثلاثة واحد وكان اربعة ثلاثة اثنين واحد تشكيل شفته غريب نوعا ما ولكن مشكلتي بالارسنال مش التشكيل وعندي مشاكل اخرى ومشاكل اكبر بالارسنال الان هذا بالنسبة للتشكيل ولكن الشيء الي حصل المباراة هي اول مباراة من الممكن اول شيء من الممكن نتناوله بهاي المباراة هو المشاكل بالاعداد البدني اللي حصلت عند الفرقين وخصوصا عند الارسنال هل يحق لنا ان نضع علامات استفهام على الجاهزية البدنية والتحضير كيف حضر الارسنال لهذا الموسم اصبتين بالشوت الاول ما شفناها الاحتكاك الكبير اللي يكون مسبب لاصابات كبيرة اعتقد ان التقارير الطبية وفي ناس افهم مني بهذا الموضوع يتكلموا فيه ولكن بالنسبة لي وللكثير هاي المباراة كانت منتظرة لانها كانت بعنوان المباراة والمواجهة بين الطالب والاستاذ ولكن السؤال هل شاهدنا مباراة يعني تليق بهذا المصطلح الطالب والاستاذ ابدا انا منه علي ما شفتها ابدا كان التفوق كبير 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 والفرق شاسع بين الارسنال بالافكار والجاهزية والتكتيك والافكار وكل شيء مش راح اوقف كثير على افكار ارتيتة لانه اليوم فنيا وهذا الشيء معروف من قبل المباراة كل شيء راح يصب لمنشستر سيتي ولكن المشكلة انه اسماء الارسنال او في اسماء في الارسنال كانت اضعف بكثير بكثير انها تكون موجودة بفريق مثل الارسنال وانتو عارفين عن مين بحكي عمرو كوارث بالارسنال بالنسبة لأفكار اللي لعب فيها بيبي جوارديولا اليوم مارس افكاره بيبي جوارديولا بدون اي ازعاج نزل للمباراة مرتاح وطلع من المباراة هو مرتاح وكأنه نزل للمباراة هو فايز واحد صفر جوارديولا اليوم اعتمد على قاندوغان كلاعب ارتكاز ودائما احنا لما يكون موجود عندنا قاندوغان كلاعب ارتكاز بيكون عندنا مشكلة بأداء هذا اللاعب دفاعيا عشان هي كان يطلب المساندة من وولكر اللي اتواجد في العمق في الكثير من الاحيان واخن اعتقد انه هاي كانت فرصة مثلا لارتيتا نشوف شيء من ارتيتا انه يعني يزعج الارسنال يزعج وولكر من خلال الضغط على الجهة اليسرى يجبل وولكر على الجهة اليسرى والضغط على قاندوغان هذا الشيء الافكار اللي احنا شفنا سلشاير ضرب فيها منشستر سيتي وضربوا في مقتل بهاي الافكار فقط ما شفنا هذا الشيء بيعملوا ارتكاز وجود اللاعب ساك على اليمين مع انه بلعب يمين ويسار وجوده على الجهة اليسرى من الممكن انه وتواجد على الجهة اليسرى كان من الممكن انه يفيد الارسنال اكثر واكثر في اغلب اوقات الشوت الاول كنا نشوف رياض محرز على الجهة اليمين طبعا رياض محرز تواجد غطى يعني من دون مساندة من الظهير توصلوا من والكر وقاموا بالادوار الموكلة له على اكمل وجه وثنائية شكلها مع دي بروين على الجهة اليمين دي بروين طبعا وجوده بالمساحة النصفية الشيء الغريب انه في الكثير من الاحيان بالشوت الاول شفنا دي بروين ومحرز فقط على الجهة اليمين اي نعم فيه فارق فني منيحكي عن دي بروين ومحرز اثنان من افضل اللاعبين ولكن بتفوقوا على ثلاث واربع لاعبين من الارسنال بكل مرة هذا كمان مشكلة بالاسماء والمستوى الموجود عند لاعبين الارسنال رياض محرز قدم مباراة جيدة اليوم تحرك بشكل ممتاز وبشكل مستمر وتسبب بازعاج مستمر للارسنال كان واحد من ركائز واسباب الفوز تشوف جيسوس والادوار طبعا جيسوس مش موجود عندي بالتشكيل ولكن جيسوس اليوم والادوار المهمة اللي قدمها بالعودة ودائما كان يشغل اللاعب لندوزي اللاعب اللي كان مشتت في نصف ملعب الارسنال ولكن هذا الشيء كله نحطه على جنب ونتكلم عن اللاعب الغريب ديفيد لويز شو هذا اللاعب أنا ما بعرف ما كان لما كان مع تشيلسي ديفيد لويز ما كان من أفضل اللاعبين ولا كان من أفضل المدافعين ولكن ما كان هيك أبدا ما كان سيء يتسبب بكل ما يدخل من الوقت اللي وصل فيه للارسنال في كل مباراة بيدخل بتسبب بخسارة بخسارة بمشكلة بركل بطرد لاعب تعيس جدا يعني شو بنا نعمل صنع هدف للارسنال للسيتي وتسبب بركل الجزاء وأنا تكلمت عن مستوى هذا اللاعب وخشونته داخل منطقة الجزاء تقريبا من خمس أشهر عشان هيك مش راح ألوم أرتيتا كثير مش راح ألومه كثير أرتيتا هاي قدرات وهي الأسماء اللي بيمتلكها يعني دي بروين لوحده أنا آسف جدا لهذه الكلمة أنا ما بستهزئ ولكن بقول يعني هي كلمة حق دي بروين لوحده اليوم كان بيساوي خمس أو ست لاعبين من الارسنال وهي مصيبة ما بنتكلم عن بورن موث ما بنتكلم عن أستونفيل ما بنتكلم عن الارسنال من الممكن أنك أنت تتفوق على السيتي تتفوق على فريق أفضل منك بيمتلك خامات أفضل منك بيمتلك أسماء أفضل منك ولكن أنك تكون عندك على أقل ما فيها الركاز الأساسية لهذا الشيء هذا الشيء مش موجود أبدا عند الارسنال عشانك دائما نحن بنتكلم الارسنال وارتيتا مشروعهم للزمن الطويل مطولين مشروعهم لسه مطول مبروك لجماهير السيتي هارد لك لجماهير الارسنال بصراحة زعلت على الارسنال يعني زعلت على الارسنال يعني زعلت على الارسنال وعداء اللي قدموا الارسنال اليوم هيك من كون وصلنا نهاية حلقتنا ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات كان معكم طلح أحمد من صفحة وموقع وقناة تكتيكات كرة القدم إلى اللقاء